يا على الحرية اللي حصلت عليها الفتيات عندما تحرروا من داعش لكن المسيح يقدم حرية أعظم المسيح حررنا من النجاسة والتعاسة والشراثة حررنا من كل القيود مش بس حررنا حتى نكون أحرار حررنا حتى نكون أبناء لأن العبد لا يعلم ما لسيدي أنتم أحبائي يعني أصدقائي أحباء الرب يسوع المسيح إذن لست بعد عبدا بل ابنا والابن للشرعية الورثة وارث لله بالمسيح صار كل امتيازات الله من خلال المسيح أصبحت من نصيبك المسيح مش بس حررنا المسيح جعلنا أولاد لله بالإيمان بنات وأبناء للرب وفعلا صرنا نصرخ صار في علاقة شخصية يا أبا الآب يعني بتنادي عليه بابا ومش الله القاسي البعيد صار في شركة صار في علاقة ومش بس صار في علاقة انت أخذت مع المسيح كل امتيازات الله من غفران الخطايا والحياء الأبدية إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة الأشياء العطيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا أحبائي في الختام ليست الحرية أن أفعل ما أريد بل الحرية الحقيقية أن أفعل ما يريده الله اليوم بتنادي الناس بحرية حقوق الإنسان طبعا حرية العبادة حرية اختيار الدين إذا في قيود على هذا الأمر معنات الدينة ما بتقدم الحرية حرية التعبير حرية الاختيار حرية الكرامة أعيش بكرامة الحرية من الخوف إلى الحرية بيسوع المسيح بصلي اليوم أنه الرب يباركك أمين اشتركوا في القناة